ولحد الآن كل فصيل مسلح شارك أو لبى نداء المرجع الأعلى وشارك في الحرب على الإرهاب رفض عن ينخرط في هيئة الحجد الشعبي رفض في أن يسلم سلاحه إلى الدولة هذا شنو هذا هذا ميليشيار ما عدنا 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 هيت فصائر ما عدنا ترفض الانضماء بالحجد الشعبي وموجودة ومعرفة وعدها مقرات وينهم ما عدنا الآن النجباء بالحجد الشعبي ايه بالحجد الشعبي لواء عدهم لواء عدهم لواء مقاومة دولة لا لا النجباء مو بالحكومة ايه بس بالحجد موجودين عدهم لواء أستاذ أحمد قانون هيئة الحجد الشعبي يقول أن الهيئة قرارها وأوامرها وحتى حركتها من منطقة إلى أخرى في العراق بعمر مباشر من القائد العام للقوات المسلحة هذا بيان هيئة الحجد الشعبي لذلك حتى نقطع الجدل كل فصيل مسلح يعتمر بعوامر القائد العام للقوات المسلحة فهو حجد الشعبي كل فصيل مسلح لا يعتمر بعوامر القائد العام للقوات المسلحة فهو شنو؟ فهو مقاوم بالدستور وبالقانون قانون هيئة الحجد الشعبي وبفتوى المرجع العلى هاي واحدة الشيء الثاني بيان القائد العام للقوات المسلحة قبل عشر كان مو الأخير قبل الأخير عندما قصفت جورف النصر شنو قال شوف اسمع يعني الكلام واضح يا الثاني أحمد بس احنا ليش نظل ليش يسمعه يقول أن أي عمل أو نشاط مسلح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية يعد عملا مكانا جيد ونشاطا خارجا عن القانون السؤال الأساسي